زي طبعا ما انتم شايفين يا شباب دلوقتي الصورة عود بتتحرك بمجرد ان انا بحركها بالموسع طبعا الصورة دي اسمها صورة 3D هنشوف ازاي بتتعمل في الفيديو ده ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معاكم محمد جابر وفيديو جديد فيديو النهاردة يا شباب هنعمل فيه صورة سلسية الابعاد زي اللي احنا شفناها على الفيسبوك في اول قبل الانترو طبعا الصورة ديت انتشرت بشكل كبير جدا على الفيسبوك وانتشرت بشكل كبير جدا يعني الصورة ديت يعني كنت بلاقي منها صور كتير فانا قررت النهاردة اعرفكم ازاي الصورة دي بتتعمل وازاي انه انشورها مع بعض وتظهر بالشكل اللي احنا شفناها في اول الانترو فقبل الانترو بس قبل بقى ما نخش في الفيديو صاحبه اتمنى منك ان انت تنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات عشان اصحرك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ما تنساش لايك للفيديو يلا بينا نشوف الفيديو دلوقتي يا شباب بقى بعد ما دخلنا عالترفون تعا نشوف ازاي تعمل الصورة ديت مع بعض بص يا شباب اول حاجة هنروح لبرنامج بيكسر ارت البرنامج بيكسر ارت ده برنامج ده موجود على متجر جوجل بلاي وهو برنامج فوتو شوب يعني كويس بيعمل صور فوتو شوب طبعا همستخدمه في عمل الصور المصغرة نفتح طبعا البرنامج وهنعمل منه الصورة هنشوف هتعملها ازاي دلوقتي بس طبعا الخطوات مهمة جدا بص يا شباب طبعا انا مش هعمل الصورة اللي انتو شفتوها في الاول الفيديو اللي انتو شفتوها على الكمبيوتر انا مش هعمل الصورة ديت لان طبعا انتو ممكن تقولهم ان انا يعني ايه عامل الصورة ديت بطريقة معينة فانا هعمل صورة تانية معاكم طبعا الصورة ديات هي اللي هعملها تباهم كده يا شباب هنروح هنا اول حاجة الصورة ديات يعني فيقى حاجات عادة تتقس قس كتير فهنروح هنا نعمل لها قصPM طبعا القطوة دي انت مش هتعملها لان طبعا هنا منزل الصورة دي من الفيس بوك فعشان كده هعمل لها هكص فيها حاجات طبعا كده وبعد الكده نضغط هنا صح حوالت يا شباب بعد كده بقى الخطوة التانية دي مهمة. هنروح هنا للاختيارات اللي هنا دي كده. وهنروح عند خانة راسم اللي هي داية. تمام كده? هنضغط عليه وبعدك هنضغط على كلمة راسم دي. وهنروح هنا بقى الخطوة دي كمان مهم. هنروح هنا عند اللون تحديد اللون ديت. وهنضغط عليه. وهنروح هنا بقى عندي الخانة اللي تحت ديت يا شباب. تمام كده الخانة اللي تحت دي. طبعا لازم تكون متأكد ان الاتنين دور راجعوا له ورا كده. بالشكل ده كده على الاخر. هتحرك الخانة دي كده لحد ما توصلها الخمسة وخمسين. تمام? اهوت. خمسة وخمسين بعد كده تضغط صح. بعد كده بقى تبدأ ان انت تكبر الصورة ديت. واتحدد بقى ترسم يعني ترسم الشخصية بالشكل ده كده. هتلونها كلها. طبعا انا هلونها وهرجع لكم مرة تاني. طبعا هنا يا شبابا لونتوا الصورة كلها. طبعا انت بتلون الشخصية بس. مش اكتر. بقى دي هنا ما بتلون بقى الشخصية الخطوة اللي هنا دي مهمة جدا يا شباب. هتروح عند الخانة دي كده. تمام كده? وبعد كده هتبدأ بقى ان انت ايه? هتضغط على خانة الاضافة ديت اضافة طبقة. تمام يا شباب? هتروح عند الخانة دي كده. وبعدك هتروح عند اضافة طبقة. وهتضف طبقة فارغة. تمام كده? ضفت هنا الطبقة الفارغة. هنا بقى انامل حاجة تانية يا شباب. هنروح عند الصورة دي كده. وهنحزف. هنضغط على حسب من هنا. تمام? يعني هتروح الصورة الاصلية وتحذف من هنا بالشكل ده كده يا شباب الخطوة دي بقى مهمة جدا هنعمل ايا يا شباب هنخرج كده من هنا هنعمل الخانة ديت اهوت وهنروح عندي تحديد اللون مرة تانية لكن هنا بقى هنغير المؤشر ده هنخليه عند اربعين تمام كده هواته يا شباب المهم ان هو يكون اللون اغمى من اللون اللي احنا اخترناه في الاول اربعين وبعد كانت غط صح وبعد كده بقى هنصغر الصورة دي كده بعد كده شباب بعد ما بتعمل الصورة كده هتصغرها عدو بسبعك زي ما اعمل كده شباب طبعا انا صغرها بسبعك بس عشان ايه انت هتعملها عدو بسبعك بس انا عملت عشان بس الموس فصغرتها بالشكل ده كده بل الخطوة دي اتعدت على خير الخطوة اللي بعد كده هنضغط على نفس الخانة دي كده تمام كده هنروح الاول هنروح عند خانة الاشكال دي بالشكل ده كده اضافة شكل ونختار المربع اللي هو الشكل ده. بعد كده هنضغط على هنا ميل. طبعا هنا بقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين يعني بصهم هنا كان نفرغ الاول دلوقتي بقى لما ضغطنا على ميل امتالة. نضغط بعد كده موافق. وبعد كده هنروح نحدد المربع بالشكل ده كده اوات وننزل بقى الصورة زي ما انتم شايفين. تمام كده وبعد كده هنروح لخانة الطبقة دي مرة تانية. وبعد كده هنضغط ضغطة مطولة كده وننزل. زي ما انتم شايفين ب 보니까 بالشكل ده. طبعا هي المفروضo بتزهر من الاول اواتة جبابيككة كده تمام كده بتطلع دي كده بتزهر معاك بالشكل ده كده. بعد كده بقى كل اللي انت هتعمله هنا هتضغط على عالمة صح. زي ما انتم شايف hier. وبعد كده هيضغلك الخانة دي. هتضغط على كلمة حزف الليه هنا. وبعد كده هيضغلك بالشكل ده هتضغط على علامة الساهم ده كده. وهتحفظ الثورة عادي جدا. وبعد كده تضغط على احفظ وبعد كده هتحفظ الصورة كده الصورة تحافظ دي خطوة مهمة وعدت تعان شو بقى الخطوة اللي بعد كده هنخرج بقى شباب والروح هنا عند مدير الملفات دلوقتي طبعا يا شباب بعد احنا منقلنا الصورة في فولدر اللي هو بيكسل ارت في خطوة هنا مهمة لازم نعملها وهي يعني نروح على الصورة دي الصورة الاصلية تمام اللي هي الملونة يا شباب وبعد كده نضغط المزيد وهنضغط اعادة التسمية او تمام كده وهنحزف اللي احنا كاتبينه ده كله تمام كده يا شباب اوات وهنكتب حرف الايه بس اوات يا شباب وهنحفظ الصورة بالشكل ده كده تمام كده هنروح يا شباب عند الصورة التانية وهنكتب هنا حاجة مهمة هنضغط علىها برضوك وهنضغط اعادة تسمية تمام كده يا شباب وهنحزف كل الكلام ده كله بالشكل ده يا شباب وهنكتب ايه تمام وبعد كده هنروح عند الخانة ديت هنضغط وهنكتب ايه شرطة? طبعا الاسم اللي انا هكتبه ده هيسهر لكم في التعليقات. هنكتب ايه? تمام? شرطة. بعد كده دي بي دي اي بي تي اتش. وهنحفظها بالشكل ده. بعد كده بقى الخطوة المهمة اللي بعد كده يا شباب هقول لكم على حاجة تعملوه. عندك حل من الاتنين. اما تنقل الصور على الكمبيوتر بنفس الاسم. تمام? اما حاجة الاسم ايه? ما يتغيرش هنا. يا اما بقى طبعا انت منفعش ان انت تنشرة بالشكل ده. فانت عشان تنشرة على الفيسبوك لازم تروح على متصفح جوجل كروم. واتحوله الى الى اعدادات الكمبيوتر. هنشوف ازاي ده طبعا ده كله. فتحت هنا الواي فاي ده اوت يا شباب هنروح على متصفح كروم. هوت بالشكل ده كده. وانضغط هنا. وانضغط العرض بازدار سطح المكتب. بالشكل كده. هيبدأ الفيسبوك هنا يظهر لنا على شكل كمبيوتر. طبعا يا شباب انا هعمل على الكمبيوتر هعمل بقية الشغلة على الكمبيوتر عشان يبقى موضح. انت هتنشر الصورة من هنا زي ما هوريك على الكمبيوتر دلوقتي. تعالين نروح بقى على الكمبيوتر ونتكمل بقية الفيديو. طبعا يا شباب دلوقتي بعد احنا ما عملنا الصورة مع بعض على الموبايل وسميناهم زي ما قلت لكم بنفس الاسم. النهاردة اه طبعا دلوقتي حطوتهم على الكمبيوتر وبنفس الاسم. اما حاجة ان انت تتأكد انهم بنفس الاسم اللي انت سميتهم. تعالين شوفهم دلوقتي بقى على الكمبيوتر. بص يا شباب. هنا الصورة كل اللي انت عليها هتسمي الصورة ديت زي ما احنا شايفين اه شرطة دي اي بي تي اتش. تمام? والصورة التانية ايه بس. وكلمة اه كلمة اللي هي جي بي جي دي انت مش هتغيرها هي اساسا دي نوع الصورة. فانت مش هتعدل فيها اي حاجة. انت هدوب هتغير اسم الصورة. الخطوة اللي بعد كده بقى اروح على الفيسبوك. تمام كده يا شباب زي ما انتو شايفين كده معايا. هنروح طبعا دي صفحة الفيسبوك بتاعتي. طبعا الصورة ديت اللي انا عملتها في الاول ووريتها لكم في اول الفيديو. وانا عملت صورة تانية عشان يثبت لكم ان الطريقة دي شغالة بنسبة مية في المية. انت بس امشي مع الخطوات ولازم يكونوا الصورتين تسميهم بنفس الاسم اللي انا سميته. تمام كده? هنضغط على اضافة صورة كأننا هننشر صورة عادي جدا. وبعد كده هنروح للصورتين هوات يا شباب. طبعا انت ممكن ان انت تحول الموبايل بتاعك لشكل الكمبيوتر زي ما وريتك من متصفح جوجل كروم وتنشر الصورة بالشكل ده. لكن انا هنشرها عالكمبيوتر عشان بسه وريكوا كل حاجة واضحة. طبعا الصورتين هو بتحددهم مع بعض امات متحددين مع بعض. وبعد كده بتضغط اوبن عادي جدا. زي ما انت شايف كده لاحظ كده نستنى بقى كده شوية. بص يا شباب لاحظتم بقول لك هنا من غير ما اعمل اي حاجة. جاري انشاء صورة سلاسية الابعاد. تمام كده? وهي هتتعمل لوحدة يعني انت هتحدد الصورتين وتتكى اوبن وخلاص سيبه هتلاقي الصورة عملت لوحدة. زي ما احنا شايفين هوات الصورة بتتحرك. هوات يا شباب. بعد كده بقى كده بقى لان انت عليك ان انت هتنشره. بس انا طبعا انا مش يعني نشرت صور كتير من الصور دي. فمش عايز الصورة دي تتنشر. فانا طبعا اخليها ان انا بس اللي اشوفوا الصورة. بس طبعا اهوردكم انها شغالة ونتقى نشر. طبعا انا بقول لك جاري نشر اه الصورة. تمام كده يا شباب. طبعا بقى هفتح نفس الصفحة اه بصوا الشباب الصورة زهرت ايات. وبتتحرك زي ما احنا شفناها. طب كده يا شباب دي اسهل طريقة عشان تمت صورة سلاسية الابعات صورة سري دي. طب كده يا شباب نكون وصلنا لنا نهاية الفيديو. اتمنى ان كل الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو. اشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين. وتفعلوا الجرس عشان وصاركم كل الفيديوهات الجديدة اول باول. شكرا لكم على المشاهدة كان اشتركوا في القناة